أرجو أن أستأنس بتوجيه الشيخ وهو أيضا في العقيدة عن هذا الكلام شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من القلود في النار يوم القيامة وإن كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام القمسة هذا كلام فيه نظر بل هو كلام باطل فإن من قالها وهو يتمكن من العمل ولم يعمل لا تنفعه لا إله إلا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وأما من قالها مخلصا لله ومات في الحال فإنها تنفعه بإذن الله